في فترة ولايته ققائد الجبهة الشمالية الإسرائيلية أسر طيار أراد وأسقط طائرته جنوب لبنان تولى قيادة جبهة إسرائيل الشمالية في الجيش بعد سنوات من اشتياح بيروت وبداية ظهور حزب الله انضم في حياته السياسية لحزب الليكود عام 96 لينقلب فيما بعد منتقدا سياسة بن يمين نتنياهو واحد من مبادري شفرة خنبال والتي تفرض قتل الجندي الإسرائيلي إذا ما تم أسره هنا بحديث آخر نناقش القائد الأسبق الجبهة الشمالية الإسرائيلية يوسيب بيلد بحديث آخر في عام 1941 ولد يوسيب بيلد في بلجيكا في عام 1960 انضم إلى وحدة الدبابات بالجيش الإسرائيلي في عام 86 عين قائدا للجبهة الشمالية الإسرائيلية بعدها بعشرة أعوام انضم بيلد لحزب الليكود ودعم بن يمين نتنياهو في عام 99 انتقد سياسة نتنياهو ودعم معارضه إيهود باراك في عام 2009 أصبح وزيرا عن حزب الليكود في عام 2013 اعتزل بيلد الحياة السياسية نرحب هنا بالستوديو بسيد يوسي بيلد مرحبا بك معنا سيد يوسي أبدأ معك كثر يعرفون يوسي على أنه قائد سابق في الجبهة الشمالية الإسرائيلية ولكنهم لا يعرفون عن ترارع كطفل في عائلة مسيحية في بلجيكا حدثنا عن الطفولة في البداية أنا ولدت في بلجيكا أبان الحرب العالمية الثانية والدي ألذاني فاهما أن هنا كان خطرا على حياة اليهود قاموا بتحويل إلى عائلة مسيحية وكبرت حتى من سن ستة أشهر إلى الثماني أعوام في عائلة مسيحية دون أن أعرف أنني يهوديا كنت أصلك مسيحي كنت أذهب إلى الكنائس وأنا كنت أقول أنني كنت طفلا مسيحيا سعيدا حتى جاء اليهود وقالوا لي أنت لا تتبع إلى هنا أنت يهودي أمي البيولوجية نجت من معسكر أوشفيتس وقالت أنت ابني وهكذا وصلت إلى إسرائيل نعم ما هي أبرز اللحظات التي تذكرها من تلك الفترة وأنت طفل في عائلة مسيحية حينما كان والدك أو الرجل الذي كنت تظن بأنه والدك يقدم لك الوالدة الحقيقية وهي الإمرأة اليهودية الذي أذكره أنا كنت في سن لأذكر فيه الكثير ولكن بشكل واضح كنت أذكر أيام الأحد حينما كنا نرتدي الملابس الجميلة ونذهب إلى الكنائس وموسيقى الكنيسة والرجال الدين اليهود بما لبسهم البيضاء والدي المسيحي كان والدي اعتمدته والدي وفي يوم في أحد الأيام كنت ألعب خارج البيت والدي قام باستدعاء إلى الداخل رأيت إمرأة غريبة لم أراها من قبل ووالدي قال لي جيفكي هكذا كانوا ينادونني نحن لسنا أهلك هذه الإمرأة هي أمك وحينما يقول لطفل في الثامنة أننا لسنا أهلك ولديك شعرت أن العالم ينهار وهذه المرأة التي عانت في معسكر أوشفيتس للإبادة كانت هناك لمدة سنتين وكانت تحلم بالالتقاء بطفلها وأنا لم أدعها تلمسني لأنني كنت أعرف أنها ستأخذني من عائلتي واستغرق الأمر سنوات طويلة حتى فهمت ماذا عانت وكيف عانت هذه الإمرأة مقتل والدك في المحرقة كيف أثر فيما بعد على المواقف السياسية ليوسيب بيلد مقتله في المحرقة لم تؤثر على بلورة موقفي والدي لم يربيني والدي لم يعاقبني ولم يؤثر على حياتي أنا أعتقد أن الأمور الغريبة أننا نشطاق إلى الأمور التي كانت لنا ولم تعود موجودة بعد أي شخص توفي أو صديق من الماضي لكنني لم ألتقي والدي أبدا والأمر الذي أشطاق إليه أكثر هو والدي لماذا لا أعرف لكنني أشطاق إليه رغم أنني لم ألتقيه أبدا طب من فترة الطفولة ننتقل إلى فيما بعد فيما يتعلق بدورك في الجيش الإسرائيلي بدأت كمقاتل في الجبهتين سواء الجنوبية وحتى الشمالية ووصلت حد إلى رتبة عالية وهي قيادة الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي في فترة نوعا ما كانت حساسة بعد اشتياح إسرائيل لبيلوت هل تسلمت الجبهة الشمالية في وقت اختلفت فيه الصورة في الساحة الشمالية الإسرائيلية ما قبل 1982 وما بعد 1982 أنا طلقيت قيادة الجبهة الشمالية عام 1986 في حزيران عام 1986 قبلها بعام الجيش الإسرائيلي انسحب من بيروت وأنشأنا الحزام الأمني أنا وصلت إلى المنطقة بعد أن بدأنا نثبت الحزام الأمني والواقع اللبناني هو واقع لا يفهمه الكثيرون لأسف نحن اعتدنا أن نقول واليوم أيضا نقول هذا أن لبنان منقسم بين مسيحيين ومسلمين والأمر ليس كذلك المسلمون ليسوا مجموعة واحدة هناك السنة والشيعة وداخل الشيعة يوجد حزب الله وأمل والمسيحيون ليسوا مجموعة واحدة وداخل لبنان لا يوجد عنصر أساسي واحد قوي بما فيه الكفاية يمكن أن يقود الحكم ماذا يعني حكم؟ يعني تنظيم الجيش لحماية حدود لبنان جباية الضرائب شرطة تفرض القانون وكل منظمة كانت قائمة بحد ذاتي حينما وصلت إلى قيادة الجبهة الشمالية نبيه بري أنا ذاك قبل أن يصبح رئيسا للبرلمان أمل كان الجسم الأقوى في جنوب لبنان لم نكن نسمع عن حزب الله خلال عامين انقلبت الموازين وكل من بدأ يقود العمليات خاصة العمليات العنيفة كان حزب الله وهذا وصل إلى حد أننا كنا في مواجهة مع أمل وحزب الله كان يحتفل وحينما تواجهنا مع حزب الله فأمل كان سعيدا الواقع في لبنان نحن نتحدث عن دولة لبنان لم تكن أبدا دولة ومشكلتنا كإسرائيليين أنه كان علينا أن نفهم الفكر وما هي الحياة في لبنان وهو أمر مختلف عما نعرفه استغرق الأمر الكثير من السنوات ارتكبنا الأخطاء دفعنا الأثمان تحلفنا مع المسيحيين وأنا أقول ليس مع كل المسيحيين ولكن مجموعة واحدة من المجتمع المسيحي أهملنا المجموعات الأخرى ودفعنا الثمن كما ذكرنا عام 86 بداية كقائد للجبهة الشمالية ولكن كما ذكرت وكما قال تعديدنا الشخصية حتى في هذا البرنامج بخصوص الجبهة اللبنانية بأن إسرائيل غرقت في الوحل اللبناني هل كان من السهل تسلم مهمة قيادة الجبهة الشمالية الإسرائيلية في فترة فشل فيها المشروع الإسرائيل على المستوى السياسي وجاءت نتائج ما بعد اشتياح بيروت ببداية ظهور حزب الله لم يكن سهل البتة كيف يمكن أن أشرح لك الصعوبات أنا كنت خمس أعوام قائد للجبهة الشمالية لم يقم أحد بهذا العدد من السنين في قيادة الجبهة الشمالية فقط دادو العزار قام بهذه المدة حينما تركت وظيفتي المواطنون على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية قالوا لنا أن في هذه الفترة لم يتم إيثاء أي مواطن واحد أنا قلت صحيح أنه لم نمس بأي مواطن ولكن خمسين جنديا إسرائيليا قتلوا كان هناك هدوء للمواطنين ولكن كان هناك الجندي الذي دفع الثمن لم تكن هناك ليلة واحدة بدون مواجهة طارة مع حزب الله وطارة أخرى مع أمل وفي بعض الأحيان مع الحزب الشيوعي اللبناني الذي يذكر محاولة اغتيال الجنرال لحد من قام بهذه أعمالية الاغتيال هو الحزب الشيوعي اللبناني الذي أرسل إحدى مقاتلاته لاغتيال لحد لم تكن هناك ليلة دون مواجهة إما مع تنظيمات فلسطينية أو تنظيمات شيعية من كل الأنواع ومع هذا كانت هذه فترة نجحنا بتركيز النشاط خلف الحدود الإسرائيلية واهتممت بأنه في كل مكان في الشمال أن نوضح أن شعارنا كان حماية التجمعات السكنية الإسرائيلية في الشمال إعطاء الأمن والأمان لأطفال الإسرائيل في الشمال هل دفع الجيش الإسرائيلي ثمن فشل المشروع الإسرائيلي في لبنان بشكل عام فشل سياسة رئيل شارون أيضا في تلك الفترة كما وصفها البعض أنا لا أعتقد أن هذا صحيح أن ننسب الفشل إلى الخطة السياسية المعمول بها علينا تحليل الأمر ليس بمنظورنا اليوم علينا أن نحلل ذلك وفق الواقع الذي كان موجود أنذاك إذا ما أردت الذهاب إلى أكثر من ثلاثين عاما إلى الوراء ومحاولة التذكير نفسي بالواقع الذي عشناه عام واحد وثمانين واثنين وثمانين أنا أذكر بلدات إسرائيلية والألاف من المواطنين الإسرائيليين يهاجرون إلى الجنوب عملية اجتياح لبنان اليوم في تلك الفترة كانت ضرورية الفكرة أننا نحن دولة إسرائيل نقوم بتثبيت حكم في دولة مجاورة هذا كان خطأ هنا مكمن الخطأ والفشل أننا حاولنا فرد حكم على شعب واخذنا هذا الحق من شعب الذي كان عليه أن يختار إما عبر الانتخابات أو أي بطريقة أخرى فهمنا هذا متأخر ولو نفهم هذا لكنا لازلنا غارقون في لبنان انسحبنا من الشوف انسحبنا من لبنان وفي الجنوب كانت أمامنا مهمة واحدة أساسية منح الأمان لسكان بلدات الشمال لماذا تقول إنه فشل من الناحية الإسرائيلية؟ وهناك من قال حتى في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بأن الهدف من محاولة تنصيب بشير جميل رئيسا في لبنان وكل دعم مسيحي الجنوب له علاقة بالأساس في البداية بطرد الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير من الجانب اللبناني أي شق عسكري في نهاية الأمر أنا أقول وأكرر لا علاقة لبشير جميل من وجهة نظري هذا لا علاقة لإسم أو لإسم آخر هذا مرتبط بوجهة نظر ليس فقط من الناحية السياسية ولا من الناحية الأخلاقية أنت لا يمكن لك أن تملي نظام حكم على دولة أخرى لأن هذا لن يصمد حيثما يحاول البعض فرض حكم على دولة معينة هذا يفشل يمكن لنا أن نتعلم من العالم أنظر ما حصل في أوروبا أنظر ما حصل للمعسكر الاشتراكي القادم حينما حاول الاتحاد السوفيتي فرض أنظمة على الكثير من الدول هذا صمد لعشرات السنوات ولكن في نهاية المطاف انهار الأمر لا يمكنك أن تملي لشعب من ستكون قيادتها من سيكون رئيسه ومن سيكون رئيس وزراءه وهنا كان الخطأ نحن خرجنا في حرب محقة وصادقة لمنح الأمان لبلداتنا في الشمال وسقطنا في مستنقع محاولة فرض حكم في دولة أجنبية في فترة توليق قيادة الجبهة الشمالية ذكرت بأنه لم يصب أي مواطن إسرائيلي بالأذى ولكن قتل جنود في تلك الفترة تم إسقاط طائرة إسرائيلية وأسر الطيار أراد هل مثلت هذه الحادثة صدمة للجيش الإسرائيلي وكيف تعاملت معها أنت شخصيا بما أنك المسؤول الأول كنت عن الجيش في تلك الفترة للجبهة الشمالية علينا أن نذكر حينما سقط أراد ولم ننجح بإخراجه لأنه تم إخراج الطيار الذي كان معه ولكن لأسف لم ننجح بإنقاذ أراد لم يشكل أمريكا ثورة هذه لست المرة الأولى أنه يتم إسقاط طائرة إسرائيلية والطيار الإسرائيلي يسقط هذا حدث في سوريا وحصل في مصر لذلك لم تكن هذه صدمة أدت إلى شلال أرادنا الإخلاء وتحرير جندي لدينا سقط وفشلنا في هذا هذه لم تكن أي نقطة تحول في أي مجالات بعدها كانت الكثير من الإشعاعات أنه على سبيل المثال أن رون أراد قتل من قبل من احتجزوه بينما أنا قدت عملية بعد عامين في قرية ميدون اتضح لنا أنه تواجد لفترة قليلة قبل هذه العملية بالقرب من البلدة وأنه أصيب ليس من قبل جنودنا ولكن من قبل من أسره كان هناك الكثير من المعلومات المغلوطة حول رون أراد وأعداؤنا أنا علي أن أعترف أنهم يعرفون كيف يستغلون نقاط ضعفنا والنقاط الحساسة عندنا فيما يتعلق بجنودنا الأسرة وهم يستغلون هذا الأمر ضدنا الحادثة لم تشكل أي نوع من الصدمة كان عامل امتزج فيه العنصر العسكري والعنصر الأخلاقي الإنساني فقط في الفترة الأخيرة بعض الذين احتجزوا في معركة سلطان يعقوب وعيدت بعض رفاتهم في الأشهر الأخيرة هذا فخر لإسرائيل أن تكون حساسة لمستقبل جنودها في عام 92 وبعد أن سلمت المنصب اغتالت إسرائيل أمين عام حزب الله أنا ذاك عباس موسوي هل كان صائبا برأي القرار اغتياله في تلك الفترة خصوصا مع ظهور أمين عام الحزب الحالي حزب نصر الله الذي اعتبر أخطر من ناحية إسرائيل أنا لا أعرف من يقول أن نصر الله كان أكثر خطرا من عباس موسوي أنا لا أعرف أن موسوي كان أفضل منه أنا لا أعرف إذا من سيخلف نصر الله سيكون أفضل أو أسوأ منه هنا قاس مشترك لكل هؤلاء وهو الرغبة في مواجهة إسرائيل الرغبة في قيادة هذه المنظمة الشعية الرغبة بتلبية المصالح الإيرانية التي تمتزج مع مصالح حزب الله كما أن مصلحة إيران في الجبل الجنوبية تمتزج بمصالح الجهاد الإسلامي أنا لا أرى في هذا الاغتيال خطأ لم يكن هناك أي بديل أن لا نحاول هذه العمليات علينا كان اختبار الأبعاد وفحص الأبعاد نحن لا نتحدث عن اغتيال ولكن الأسئلة هي دائما ذاتها في الكثير من لاحيان ضرب اغتيال زعيم أو قائد الحديث عن اغتيال وكأنه يأتي من عالم المافيا ولكن التصفية كان يجلب لنا الكثير من الهدوء للطفل الإسرائيلي في بلدة المنارة عام من الهدوء هو عالم بأكمله وعلينا أن نأخذ كل الأدوات التي تجلب لنا الهدوء ليس دائما هذا الأمر ينجح لا يوجد لدينا أي إمكانية لأن نقول هذا سيء وهذا جيد علينا استعمال كل الأدوات أنا أعتقد أننا سنعيش بسلام يوما ما أنا كنت قائد اللواء في سيناء عام 78 وثمانين في فترة الاتفاقيات وفي ليلة واحدة وصلت إلى قاعدتي في الجنوب في منطقة بير كاف كافا وصلت في منتصف الليل إلى قاعدتي في الصحراء مع مصر وأنا أشاهد على التلفاز الرئيس المصري يقول أنه سأتي إلى الكنيسة لإلقاء الخطاب أتدري ماذا فعلته نظرت إلى ساعتي لأعرف هل هذا حقيقي أم لا هل هذه كسبة الأول من نيسان وبالفعل السادات وصل إلى القدس ووقعنا اتفاق سلام مع مصر وهذا حصل مع الأردنيين وسيكون هناك ويوجد نقاش حول هذا السلام هل هو سلام بارد أم سلام دافئ وهذا سيحصل مع الفلسطينيين ومع السوريين ومع الجميع السؤال ما هو السمن الذي سندفعه حتى يأتي هذا السلام نعم قبل أن أتقل فترة لاحقة في حياتك السياسية هنا في سؤال لو عاد بك الزمن إلى الوراء في ظل ما نشاهد اليوم من توتر على الجبهة الشمالية الإسرائيلية هل كنت ستتخذ قرارات أو ستؤيد قرارات ضرب صلب الجهاز السياسي والعسكري لحزب الله في تلك الفترة بدون شك بدون شك أن يتم إذائنا وأن لا نستطيع لأسباب أخلاقية أن نضرب البناء التحتية المدنية في الحياة أنت بحاجة لخمس دقائق من عدم الإرتياح وهذا أفضل من سنوات من عدم الإرتياح في بعض الحياة أنت تتخذ خطوة تدفع ثمنها من ناحية الرأي العام في العالم وربما تدفع ثمن في مواقف بعض الدول حتى دول الصديقة ولكن على المدى البعيد هذا يجلب لك فائدة أنا أعتقد أن على أعدائنا أن يعرفوا أننا حينما كيهود نفقد صوابنا هم سيفعون الثمن سنضرب البناء التحتية المدنية لحزب الله أنا أذكر أنه قبل سنوات طويلة كان هناك نقاش في إسرائيل نقاشات حادة هل سنعيد هضبة الجولان إلى السوريين في إطار اتفاقية؟ انظر ما يحدث في هضبة الجولان تخيل أن الإيرانيين كانوا ساجلسون فوق بحيرة تبرية أحمد الله أن هذا لم يحصل وهذا لن يحصل آمل ذلك لماذا في عام 96 بعد مقتل رئيس الوزراء الأسبق صحاق رابين وتوقيع اتفاقية أوسلو انضممت إلى حزب الليكود ودعمت من يمينة إياه؟ أنا عبرت في كيبوتس لليسار لحزب العمل كانت كلها أحزاب عملية يسرية رغم تغيير الأسماء أنا اعتقدت أن من وجهة نظر وجود إسرائيل كان صحيح أن أنضم إلى الليكود إلى اليمين نحن كشعب يهودي كنا شعب بلا دولة وبلا وطن كنا في أوروبا وفي أمريكا وفي الهند وحتى في الصين يوجد يهود ألاف السنوات كل اليهود حيثما تواجدوا كانوا يصلون الصلاة ذاتها لنلتقي في العام القادم في القدس كل بلغته باللغة الفرنسية والانجليزية والهندية وغيرها في العام 1948 التاريخ منح الشعب اليهودي هدية دولة مستقلة وفي قرار الأمم المتحدة وأنا قلت أن هذه الهدية هي هدية لمرة واحدة إذا لم نصون هذه الهدية بكل سمن مع كل الأمور الخلاقية والغير الخلاقية الهدف الأول هو الحفاظ على هذه الدولة لأنما إذا أضعنا هذه الهدية التاريخ لن يمنحنا فرصة أخرى ولكن رأيت أن وجهة نظر الليكوت في كل ما يتعلق بهضبة الجولان أقرب إلي من فكرة ووجهة نظر الأحزاب الأخرى أنا على عكس الجنرات الأخرى الذين يتحررون من الجيش وينضمون على الفور إلى السياسة أنا استغرق الأمر بالنسبة لي 16 عاما من قدم الانسحابات سواء على المستوى الدول العربية المجاورة وأذكر نصر أو حتى على مستوى قطاع غزة وعلى مستوى مدينة الخليل هو اليمين في إسرائيل أو حتى حزب الليكوت لربما وليس اليسار الإسرائيل وحزب العمل أليس كذلك؟ لا يمكن تحريف التاريخ عملية أوسلو سيقولون لي أن مناخن بيجين هو الذي قام بأسلو أوسلو لم يبدأ بالليكوت الليكوت حين موصل إلى الحكم عام 96 كانت هناك مسؤولية دولة والتزامات دولة الالتزامات لا تتغير بمجرد أن الرئيس الوزراء يتغير ويقول كل ما كان قبلي فهو ملغى هناك دول عظمى شريكة هناك عناصر كثيرة تؤثر لا يوجد مفار وعليك أن تنفذ حتى أمور لا تؤيدها اتفاقيات أوسلو لم تبدأ في فترة الليكوت أنا أريد أن أقول لك أنا لا أعرف كيف سينتهي النزام مع الفلسطين وهو سينتهي في مرحلة ما أنا لا أعرف إذا كنت سأراه وأنا على قيد الحياة وسينتهي بحل وسط الطرفان سيضطران للتنازل عن أمر ما وإذا لم نتنازل فأحفادنا سيستمرون بذبح بعضهم البعض في نهاية المطاف كما حصل مع مصر المصريون هل تعتقد أن أنور سادات أصبح صهيوني وهو توصل إلى الاسنتاج أن المصلحة المصرية بعد حرب عام 73 تقضي بالوصول إلى اتفاق مع إسرائيل وكذلك الأمر بالنسبة لحسين بعد أن استعاد الأراضي في نهاية الأمر بعد الحرب حرب استعادة أخر شبر من أراضي المصرية ومن ثم وقع السلام وأتل إسرائيل هل تذكر ما قال مشي ديان مشي ديان الكبير قبل حرب يوم الغفران مشي ديان الكبير قال نفضل الحفاظ الاحتفاظ بشرم الشيخ عن السلام والأمور تغيرت لأننا فهمنا أنه من أجل السلام يجب تقديم التنزل مناخن بيجن رحمه الله قال أنه سيعيش في سيناء وفي نهاية المطاف هو تنازل عن سيناء لأنه في نهاية المطاف أن تتصل إلى الاستخلاص أنه عليك التنزل لأنه ذهب إلى هذا الاتفاق وفي ترتيبات لم تكن تستند إلى أسل حقوقية إبقاء الأمور الكبيرة إلى النهاية فهذا خطأ إذا مسألتني ما عرفات لن أقول شيئا ما عرفات في كيم ديفيد مع إهود باراك أخذ عرفات اكتراح باراك حتى بذريعة تكتكية ويقول كان عليه أن يأخذه ويستمر بالطلب من حسن حظنا أن عرفات رفض كل شيء أنا كنت في كيم ديفيد باراك استدعاني أن أصل إلى واشنطن في مساعدته إعلاميا وصلت إلى هناك والذي قدمه إهود باراك لعرفات لم يقدمه أحد من قبل وعرفات قال لا طيب بهذه الفترة يعني أنت تقول بأن أوسلو في البداية كان اتفاقا جيدا ولكنه لم يحكم في تفاصيله لو كان أوسلو متفقا عليه ببنوده بأن جميع القضايا النهائية ستحل هل كنت ستؤيده أنا لأعطي أجوبة على إذا ما لو سألتني إذا ما كان عرفات صهيوني أنا أتعاطى مع الوقائع ووفق الوقائع التي أحاللها أنا أقول أن مني وقع اليوم على اتفاق سلام اليوم لديه مسئولية ليس لخمسة أعوام وليس لعشرة أعوام لديه مسئولية لمائة عام إلى الأمام إذا ما كان هناك أزمة تخيل أننا وصلنا إلى اتفاق مع السوريين وإن شاء الله نصل إلى هكذا اتفاق هناك مسئولية لكل من يوقع لأنه بعد مئة عام قد يندلع تندلع مواجهة بينه وبين السوريين ومن المهم أن نصل إلى اتفاق ولكن مهم أكثر ما هو الاتفاق والاتفاق يجب أن ينص على أن دولة إسرائيل يحق لها ويجب أن تستطيع أن تدافع عن نفسها طيب بعدها بقليل أرسلت خطابا لنتنياهو عبرت فيه عن استياءك من أدائه ما الذي لم يعجبك في سياسة نتنياهو في تلك الفترة بعد دعمك له وانضمامك لليكود متى أرسلت هذه الرسالة؟ بعد عام 96 هذا صحيح أعتقدت أنك أنا تتحدث عن رسالة أخرى هذا كان في العام 99 قبل الانتخابات التي فاز بها باراك كانت هناك مواجهة كانت هناك منافسة شخصية بين رئيس الوزراء ونتنياهو باراك أرسلت الرسالة قلت فيها أن سلوكياته هي خطيرة وغير مسؤولة أنا كنت قلقا من عدة حالات فشل في الجيش الإسرائيلي كان هناك حالات فشل كبيرة لا أريد أن أذكرها ولكنني أتحدث خاصة عن الحلبة اللبنانية ولم أكن راضيا عن تصرف نتنياهو فيما يتعلق بمستقبل البلدات الإسرائيلية في الجبهة الشمالية أرسلت إليه رسالة قلت رأيي أنا شددت على أنني أريد أن تصل الرسالة إليه لم أكن أرغب بأن يتم تسريب هذه الرسالة ولكن لأسف تم تسريب الرسالة بالمناسبة أنا لم أترك الليكود ولكنني فكرت في تلك الفترة نتنياهو بن يمين نتنياهو كانت أقل خبرة مما لديه اليوم عدت بعدها بسنوات وكما ذكرنا في عام 99 دعم المرشح المنافس لنتنياهو وهو إيهود باراك آنداك ما الذي دفعك لأن تغير المجهة الحزبية والسياسية في تلك الفترة لأنه على ضوء الأمور على ضوء التطورات علي أن أشدد أنني لم أتحول إلى عضو في حزب العمل ولكن في تلك الفترة اعتقدت أن الدولة على ضوء ما يحصل كانت بحاجة لقيادة مختلفة وأنا وباراك في الجيش لم نكن أصدقاء أنا نافسته على وظيفة قائد الأركان وهو الذي فاز بالوظيفة ولكنني سأحدثك شيئا لا يعرفه الكثيرون حينما أصبحت قائد لواء الشمال هو فعل كل شيء ليحصل على الوظيفة بدلا مني أنا اعتقدت أن أهود باراك في عام 99 هو القائد المناسب ليخرج الدولة من الأزمة التي غرقت فيها واعتقدت أنه الدولة قبل كل شيء ليس كشعار لكن كواقع حينما دعمت نتنياهو بعدها بسنوات تم تذكيري بهذه الرسالة وقلت أنني كتبتها قبل عشرة أعوام وكانت مناسبة لعشرة أعوام قبلها طب هل حقق باراك ما قلته وأنت في تلك الفترة في أهده انسحبتم من جنوب لبنان وأيضا في تلك الفترة فشلت مفاوضات كام ديفيد كما ذكرت مسبقا يهود باراك قادة الانسحاب من لبنان أنا طلقيت من باراك مسؤولية إدارة شؤون عضاء جيش لبنان الجنوبي وهناك الألاف منهم حتى اليوم يعيشون بيننا ألفين منهم يهود باراك كان رئيس حكومة لأصغر فترة في طويل إسرائيل عام أو عام ونصف كام ديفيد يهود باراك وقلتها جاء مع مقترحات سخية جدا من لصالح الفلسطينيين ومرة أخرى أقول لحسن حظنا عرفات رفض هذه المقترحات يهود باراك وهذا واقع بعد عام ونصف انهارت حكومته وبعد عام ونصف الذي تم انتخابه كان أرييل شارون الذي بعد سنوات ترك أيضا هو حزب الليكود وأنشئ حزبا جديدا حزب قديمة كثرة انتقدوا طريقة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وجنوب لبنان في تلك الفترة كنت مؤيدا للقرار والطريقة التي انسحب بها الجيش الإسرائيلي استخرق الكثير من الوقت وبعد الكثير من الجلسات مع أهود باراك كنت على عكس فترة الجيش بيننا حينما كان التوتر يميز علاقتنا بعدها علاقتنا بين باراك كانت جيدة أهود باراك في الفترة الذي كان فيها رئيسا للوزراء وحتى بعدها لم لم يخونني كل اتفاقياتنا كان يحترمها أنا اعتقدت أن الانسحاب من لبنان كان خطأ في نهاية المطاف تم إقناعي أنه علي المحاولة أن نعيش على طول الحدود وفي نهاية المطاف قلت إذا ما ذهبنا إلى الانسحاب لكن الطريقة التي قمنا بالانسحاب كانت سيئة جدا وأنا حذر بالعبارات التي أستخدمها الطرف الآخر نظر إليها كفرار ترقنا الكثير من المواد العسكرية على الجدار السيارات العسكرية الأجهزة اللاسركية لماذا كان بالإمكان البقاء هناك عدة أيام أكثر تنظيف المنطقة من المواد العسكرية لماذا نعطي حزب الله الإمكانية أن يعرض أجهزتنا وسياراتنا في لبنان طريق الانسحاب ليس الفكرة ولكن طريق الانسحاب كانت سيئة في عام 2006 عدت لتدعم بن يمين نتنياهو من جديد لماذا هذا التقلب في العشر سنوات البداية الدائمة لنتنياهو من ثم لمنافسه وعدت لدعمه من جديد الذي حصل أن بن يمين نتنياهو كبر بعشرة أعوام بن يمين نتنياهو نضج وفي لقائنا الأول مع نتنياهو قلت له أنا كبرت بعشرة أعوام منذ تلك الفترة نظر إلي وقال لي أيضا أنا كبرت بعشرة أعوام وأنا صدقت أنه تغير وهو بالفعل تغير أنه اكتسب خبرة وهو بالفعل اكتسب خبرة واعتقدت أنه سيكون السياسة أقرب لمواقفي من أحزاب أخرى ولهذا السبب أيت نتنياهو بالمناسبة أهود باراك في تلك الفترة اقترح علي أن أنضم إلى حكومته لم أكن عضوا في حزبه ودعاني لأكون وزيرا في حكومته قلت له لا أريد أنا لا أعتقد أنني كنت ناضجا لأكون في السياسة دون أن أعيش كمواطن مدني أنا قبل الانضمام إلى السياسة كنت 16 عاما بعد خدمتي العسكرية الزملائي كان يستغرق لهم الأمر عدة أشهر بين الخدمة العسكرية وانتقالهم إلى السياسة في هذه المقابلة كأنك انتقدت سياسة إسرائيل تجاه الجانب اللبناني حتى فيما يتعلق بالانسحاب وطريقته عام 2000 ققاءة سابق للواء الشمال ماذا تقول حينما تسمع جنرالات وسياسيين إسرائيليين يقولون أن إسرائيل لا تستطيع أن تتعايش مع ترسانة حزب الله الصاروخية ماذا أمر ماذا يعني هذا أولئك الذين يقولون أننا لا نستطيع أن نعيش مع هذه الترسانة ماذا يعني ما تقولون ماذا يعني تعني عبارة أننا لا نستطيع أن نتعايش مع ترسانة حزب الله الصحيح اليوم لم يكن صحيحا قبل خمسة أو ستة أعوام حينما تزرع شجرة إذا ما ندمت لزراعتك هذه الشجرة يمكن لك أن تزرعها وهي صغيرة ولكن حينما تصبح شجرة كبيرة فهذا يصعب اقتلاعها نحن سمحنا لهذا الأمر أن يتطور ويكبر تحت أعيننا علينا أن نقرر مع أي من التهديدات يمكن لنا أن نتعايش ولا يمكن أن نتعايش علينا أن نكون مستعدون لمواجهة كافة السيناريوهات كيف سنواجه لا أريد أن أدخل في التفاصيل ولكن لدينا ترسانة لدينا ترسانة عند حزبي لا تهدد وجود إسرائيل ولكن تهدد إمكانية الناس في إسرائيل بأن تعيش بأمان لو كنت ستسألني عن التهديد الإيراني إذا ما لقدر الله امتلك الإيرانيون وآمل أن لا يمتلكوا أبدا هذه القدر النووية فالبعض هنا في إسرائيل الكثيرون هنا في إسرائيل سيفرون ويقولون لا نريد تربية أطفالنا هنا اليوم هناك تهديد من الشمال هناك تهديد من الشرق من الشمال شرق وهناك رغبة إيرانية مستمرة لتسلسل جغرافي من إيران إلى العراق إلى سوريا ولبنان وعلينا مواجهة هذا وأنا على ثقة دون أن أكون مطلع على حيثيات الأمور أنا لدينا القدر على مواجهة هذا لأنه لا بديل آخر أمامنا لا توجد لنا أي فرصة أو خيار آخر أنت كوزير كنت من الأوائل الذين توقعوا الدور المتنامي لروسيا في المنطقة واقترحت على الحكومة الإسرائيلية أنذاك وأن تستثمر في علاقاتها مع الجانب الروسي لماذا كنت ترى بهذه النظرة الاستشراقية دور روسيا في المنطقة ونشاهده اليوم بالقرب الإسرائيل بشكل واضح أرى أنك قمت ببحث جديا ومعمقا بسبب خاصية شعبنا وأرضنا والواقع المميز الذي نعيش فيه والتحامنا تاريخيا ببعض العناصر الأوائل الذين اعترفوا بنا كدولة مستقلة كانت الاتحاد السوفيتي مع الوقت تحولت روسيا إلى عدو ودعمت العرب سوريا ومصر بعدها فرنسا تحولت حليفتنا هي التي زودتنا بأسلحتنا المتقدمة من طائرات ومدفعية ودبابات في عام سبعة وستين كان سلاحنا سلاحا فرنسي حتى قرر دي جول أننا أصبحنا وقحينا وتحولنا إلى حلفاء للولايات المتحدة والكثير من أمننا وأمريكي أنا آسف لسؤالك لأن لا أحد كان يجب أن يطرح هذا السؤال أنا نشرت وثيقة لوزراء الحكومة وكان هذا خطأ كان علي أن أعطي هذه الوثيقة فقط لوزير الدفاع ولرئيس الوزراء وربما لوزير الخارجية كنت ساذجا في العمل السياسي أنا لا أعتقد أنني كنت سياسيا ذكي ولكن أنا وزعت هذه الوثيقة إلى كل الوزراء وقلت أنه علينا التفكير بخطة خطة با خطة بديلة إذا ما حصل في سوريا هذا السيناريو أو السيناريو الآخر هذه الخطة التي يجب أن نتعامل بها وهذه الخطط كانت تعاطمها في حال اندلاع الأزمات وبدل من أن نقف مكتوفية الأيدي كان علينا اتخاذ الأزمات قلت لنفكر في يوم ستكون لنا أزمة مع الأمريكيين أن يكون لدينا بديل ولكن لنفكر اليوم وليس خدا عن هذه البدائل صحيح أن الغالبية استهزوا من وثيقتي وقد يكون هناك يوما ما يأتي رئيسا أمريكيا ولا نتحدث عن الرئيس ترامب ويقول أن أمريكا ستهتم فقط بنفسها وأنها ليست شرطي العالم حينما كانت المفاوضات مع سوريا كان الحديث يدور عن وضع قوات أمريكية على الحدود مع سوريا ومع أجهزة إنزار مبكر حديثة قلت هذا جميل لكنه سيستغرق الكثير من الوقت حتى يقوم ويأتي الرئيس الأمريكي ويقول أريد سحب قواتي لا يمكنك أن تكون متعلق بعنصر واحد فكرت أنه يجب أن تكون لدينا علاقات مع القوى العظمى الأخرى كروسيا كالصين لم يؤيد فكرتي هذه النصيحة التي قدمتها لم يتم الاستماع عليها كثيرا كما ذكرت في الأوساط السياسية الإسرائيلية ولكن يوم نشاهد دور روسي فاعل في سوريا برأيك هل اضطرت إسرائيل إلى التعامل مع هذا الوجود الروسي في سوريا وهل اضطرت أيضا لوضع خطط في هذا التوقيت بالتحديد ليس خطط سابقة التي استمرت التي استمرت لعدة سنوات على ما يبدو انتهت هذه الحرب والسوريون اليوم يثبتون حكمهم في سوريا ولكن هذه سوريا مختلفة عن ما كانت عليه قبل عشرة أوام هذه سوريا موجود فيها حزب الله والإيرانيون وقفوا إلى جانب الرئيس للحفاظ على حكمه من سمح بهذا هم الروس الذين أيضا تواجدوا في سوريا ودعموا الرئيس واليوم الروس هم أصحاب الشأن والقرار في سوريا ولكن إذا ما قرر الروس وانظر المصالح الروسية والسوريا في بعض رحيان هي متناقضة لأن الروس لا يريدون أن يرون هيمنة إيرانية في سوريا الروس لديهم مصالحهم الخاصة ولذلك على الروس أن نخطبهم كما لو كانوا أصحاب البيت أنت تقول بأن المصلحة الإسرائيلية ليست بشرط أن تكون إلى جانب المصلحة الإيرانية أو حتى السورية ولكن ماذا عن إسرائيل هل المصلحة الروسية هي ذات المصلحة الإسرائيلية وماذا إن حصل خلاف وشهدنا ذلك عندما أسقطت الطائرة الروسية وأثر ذلك على العلاقة أنا لا أعرف ما إذا كنا أسقطنا طائرة روسية ولكن دون أن أكون مطلع على المبحثات الحديثة وأنا لا أقرأ الأوراق والوطائق المختلفة مختلفة عن المصالح الروسية مصلحتنا واضحة أن نضمن وجودنا وأمننا ليس للمستقبل القريب فقط ولكن للأبد للروس هناك مصالح عالمية وسوريا هي جزء من هذه المصالح العالمية بالنسبة للجانب الروسي لن يقبل باستمرار نشاطنا العسكري المستمر في سوريا لن يحصل هذا حينما يكون هناك عامل كهذا في سوريا دولة مسؤولة وإسرائيل هي دولة مسؤولة بفضل الله أنت يوجد الكثير من الأمور التي تريد القيام بها ولكنك لا تستطيع لأنه يوجد لاعب صغير وأقولها باستهزاء كروسيا روسيا كبيرة وقوية لا يمكن تجهولها لذلك المصالح ليست دائمة هي ذاتها لسعادتي حتى اليوم نجحنا بالواقع المعقد والصعب في سوريا من الناحية الجوية سوريا وإسرائيل الطائرات اليوم يمكن أن تصطدم بعضها ببعض ونجحنا حتى اليوم باحترام التوازن في المصالح وأمل أن يستمر هذا أختم بسؤالي تعلق بصراع الفلسطيني الإسرائيلي في الماضي أعربت عن خشيتك من قيام دولة فلسطينية لماذا هذه الخشية وهل برأيك أن هذه الخشية لازلت قائمة وألا تخشى أن يكون الحل البديل هو دولة ثنائية القومية أنا لا أريد التفكير بدولة ثنائية القومية هذا ليس جيد لنا وهذا ليس جيد للفلسطينيين صحيح أن بدأنا نسمع أصوات فلسطينية مؤخرا أصوات فلسطينية تقول أنهم يتنازلون عن الدولة المستقلة ويريدون دولة ثنائية من الناحية التكتكية هم يطرحون هذا من الناحية الاستراتيجية ربما يفكرون بهذا ولكن هذه فكرة تضعنا في خطر أنا أريد أن أشرح لك أنا كيهودي إسرائيلي مع خلفية ومع خدمة العسكرية وأفكاري حينما أحلم في الليالي أنني غدا سأجلس مع فلسطيني وأتنازل عن جزء من هذه الأرض التي تعود لي وفق التوراة أنا أصح وكأنني أصح من كبوس حينما أنتهي من التفكير بهذا الكبوس وأهدأ وأجلس على شرفة بيتي وأحدسي القهوة أقول لا مناص ولا مفر من الوصول إلى حل وسط وجزء من حلول الوسط أنا أعرف أن جميع أصدقاء في الليكون لن يحبون ما سأقوله أنا أعرف أنه في نهاية المطاف ستكون دولة للفلسطينيين ودولة لنا ولكن هذه الدولة يجب أن تكون وفق شروط تتيح لألبقاء إلى الأبد لا يوجد مفر علينا التوصل إلى حل وصل دولة ثنائية القبية هي نهاية دولة إسرائيل نعم سيد يوسي بيرد دعونا وأياك والمشاهدين ننتقل إلى فقرة بكلمة واحدة سيد بيرد أعرض عليك بعض الشخصيات والأسماء وأنت ترد بكلمة أو بجملة واحدة ونبدأ بأريئيل شارون زعيم عسكري من أفضل زعمائنا إسحاق رابين لا يوجد مثيلا له يهود باراك من أكثر زعمائنا الأسكياء موهوب بشكل كبير شمعون بيرس لم أعرف شمعون بيرس كل ما تقول عن شمعون بيرس يكون صحيح ياسر عرفات أنا أعتقد أن ياسر عرفات هو فرصة أهدرها الشعب الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أبو مازن أنا أعتقد أنه زعيم يمكن أن نعمل معه ويمكن أن نعمل معه حصل نصر الله رجل خطر جدا لدولة إسرائيل وللشعب اللبناني بسار الأسد جزء من الماضي مسألة وقت أن يغيب دونالد ترامب الرئيس الأقل توقعا الذي أعرفه نختم بفلاديمير بوتين صاحب البيت في سوريا قائد الجبهة الشمالية الإسرائيلية الأسبق سيد يوسي بيرد شكرا جزيلا بهذا مشاهدي الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم حديث آخر شكرا لكم حسن المشاهدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر